يمكن من أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح هي المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء اللي قدر من خلاله يكون فيه نوع من أنواع المكشفة والمصارحة بحقيقة ما يحدث ثوى كان ارتفاع السلع بترولية أو دعم لغيف الخبز وغيره لأن إمبارح رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر ده تكلم عن مجموعة من القضايا المهمة وقال إن الحكومة حريصة على إن هي تتواصل وتوصل للمواطنين بشكل دائم وتوصل لهم وتسمع أي آراء أو مقترحات وتكلم عن تدعيات الأزمة العالمية وقال إن في توجهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشكل مباشر بإعداد حزمة إضافية من البرامج الاجتماعية خلال الفترة المقبلة بالإضافة لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج دي علشان كده مبارح تم ضم 450 ألف مواطن لبرنامج تكافل وكرامة كمان مواجهة الظروف الاستثنائية اللي بيمر بيها العالم تعالوا نشوف جزء من الكلام الخاص برئيس الوزراء ونرجع نكمل مع حضرتكم مستمرين في منظومة دعم الأسمدة إحنا النهاردة سعر السماد اللي موجود ما بين 4,500 إلى 5,000 بينما السعر العالمي ما بين 11 إلى 12 ألف جنيه ولكن الدولة المصرية حريصة عشان دعم الفلاح باستمرار منظومة دعم الأسمدة وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها الحقيقة كان فيه توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة إن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وإن شاء الله حنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة عشان نوسع بأكبر عدد ممكن قاعدة المستفدين من برامج الحماية الاجتماعية للدولة المصرية النهاردة بتخطبهم بيها أخزا في الاعتبار وإدراكا مننا بالظروف الاستثنائية الغير مسبوقة اللي العالم بيمر بيها كمان الدكتور مدبولي قال إنه على الرغم من الزيادة اللي حصلت في أسعار الوقود لكن مصر بتصنف واحدة من عشر دول الأرخص في تسعير السولار على مستوى العالم وواحدة من عشرين دولة الأرخص في تسعير البنزين لكن طبعا مع المستجدات اللي موجودة وأصبحت كل التقديرات إن هذه الأزمة العالمية حتى طول أمدها وتأثرها على مدار يمكن سنة أو أكتر من النهاردة كان لازم نتعامل مع الوضع ده كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وتخطيط ميزانيتنا علشان بقدر الإمكان نستوعب جزء من الخسائر الكبيرة اللي حتبقى واقعة على الدولة عشان كده يمكن كانت الزيادة اللي حصلت مبارح كعهدنا مع كل المواطنين إن إحنا بنتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر جزء بسيط من الزيادة دي على المواطن يبقى إحنا كان ببساطة شديدة المفروض زي أغلب دول العالم النهاردة كان يبقى سعر السولار يروح ل11 جنيه اللي هي التكلفة اللي عندنا لكن فعليا إحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنزود فقط جزء يسير عشان إدراكا مننا لإحنا عايزين نخفف بقدر الإمكان الأعباء عن المواطنين في كل هذه الزيادات فبالتالي كان هذا القرار اللي إحنا بناخده علشان مجرد إن إحنا ما زلنا بنتحمل الجزء الأكبر كدولة ولكن المواطن يشيل معنا جزء بسيط من هذا الموضوع أنا عايز أقول إن بالرغم من الزيادة اللي حصلت مبارح ما زالت مصر بتصنف بالنسبة لسعر السولار كواحدة من أرخص عشر دول على مستوى العالم وبالنسبة لسعر البنزين واحدة من أرخص عشرين دولة على مستوى العالم ومبارح أنا يمكن يعني تبعت بنفسي النقاش اللي حصل إن يعني بعض الناس لما قالت هذا الكلام طلع بعض الخبراء وقالوا لا إحنا ما نقارنش هذا الموضوع السعر بكام لازم نقارنه بمستوى دخل الفرد وحصل نقاش وجدل على هذا الموضوع لكن هناك حقيقة لا جدال فيها مصر من أرخص دول العالم من أرخص عشر دول في تسعير السولار أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا إذا بصين على العالم السولار دائما هو أغلى منتج في المواد البترولية إحنا عندنا العكس في مصر لما نيجي نبص على الأسعار بنحط السولار دائما هو أرخص شيء لأنه هو متواجد عندنا بظروف مصر السولار متداخل في حاجات كثيرة جدا هو اللي بيشغل السيرفيس وبيشغل الميكروبسات وبيشغل وسائل النقل العام بيشغل المواتير بتاعة المياه والجرارات الزراعية فبنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شيء للمواطن المصري لكن تظل الحقيقة إن مصر حتى مع الزيادات اللي حصلت من أرخص دول العالم وأنا بقولها هو وبالمقارنة بدول بقى أخرى مستوى داخل الفرد فيها ودي بنكلم على عشرات الدول مستوى داخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من داخل الفرد المصري ولكن السعر المنتجات هناك أعلى بكثير من السعر اللي موجود في مصر الحقيقة يمكن منذ الأمث من بدء تطبيق والإعلان على هذا القرار كنت يعني حريص على المستوى الشخصي بالتواصل مع كل المحافظين ومعالي وزير التنمية المحلية علشان نقدر إن إحنا نشوف على الأرض ونمهد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة السيرفيس وموضوع النقل الجماعي عشان نطمئن إن نستغل فرصة الأيام اللي فيها الأجازات دي إن إحنا يحصل توافق على التعريفة الجديدة ويبدأ تطبيقها في الوقت اللي الأمور هادئة في الشارع بحيث إن شاء الله مع بداية الإسبوع القادم يبقى كل المواطنين عارفين الأسعار وبينزلوا وهم عارفين ومؤهلين للأسعار والزيادات الجديدة مش بس كده رئيس الوزراء تكلم عن الدعم اللي موجود في عدد من القطاعات وقال إن السنة دي هيتم زيادة في موازنة الدولة وتخصيص دعم للإسكان الاجتماعي بيقترب من 8 مليار جنيه بالإضافة لـ 11 مليار لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على العلاج أو علاجهم على نفقة الدولة ده غير التوسع في تطبيق مضلة خاصة بها التأمين الصحي الشامل واللي تم تقليص مدة تطبيقها من 15 سنة ل 10 سنوات على مستوى الجمهورية السنة دي مخصصين دعم للإسكان الاجتماعي لوحده يقترب من 8 مليار جنيه بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج الغير قادرين على نفقة الدولة ده بالإضافة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل إحنا كنا كل اللي كان عندنا من فترة من سنة كانت محافظة بورسعيد النهاردة بقينا بنطبق في 6 محافظات وكان توجيه في خامة الرئيس إن إحنا نأثر مدة التطبيق بدل ما كانت حتبقى 15 سنة تبقى 10 سنوات على مستوى الجمهورية عشان كل المواطنين يستفيدوا من التأمين الصحي الشامل الحقيقة من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضا إن إحنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بحيث إن المواطن اللي دخله مرتبوا 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو لم يدفعش فإن شاء الله مع الإجراءات التشريعية اللي هتكتمل حيبقى بيزيد حد الإعفاء الضريبي بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن وبالتالي ده كله بيتيح مرة أخرى آلية للتسيير على المواطنين الحقيقة في مجال توفير السلعة الأساسية ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حراكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوك في أسعار كل السلعة الدولة المصرية بتبزل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلعة الأساسية في حدود متوسط ستة أشهر وده اللي الحمد لله بفضل الله وكرمه قادرين أن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلعة سواء الأمح زيت الطعام كل السلعة الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط ستة أشهر مخزون استراتيجي وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل على الأقل بنبقى ضمنين أن لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايما على أن هذا المخزون اللي هو ستة أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة كمان يتكلم رئيس الوزراء عن معدلات البطالة وقال أنه ما ننساش أن معدل البطالة في 2014 كان 13% والنهاردة أصبح أقل من 7.5% وده ما كانش يتحقق من غير المشروعات القومية الكبرى اللي نفذتها الدولة المصرية ومنها وفرت الملايين من فرص العمل للشباب ناتج المحل الإجمالي المصر بيتضاعف بأرقام غير مسبوقة في خلال الفترة اللي فاتت أخزم في الاعتبار الزيادة السكانية اللي موجودة ولكن مع ذلك ومع الزيادة السكانية الحمد لله المستوى دخل المواطن المصري ونصيبه من الناتج المحل الإجمالي بيزداد وده اللي بيؤكد أن عشان الاقتصاد بتاعنا ينمو ونحقق التفارات اللي احنا كلنا نتمنها لدولتنا لازم تستمر مشروعات التنمية الكبيرة ويمكن أهم مشروع النهاردة الدولة المصرية وبنؤكد على حرصنا على الاستمرار في تنفيذه لأنه بيحقق كل يعني زي ما بنقول المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة والمتكاملة هو مشروع حياة كريمة لأن هذا المشروع العملاق مشروع بيخدم 60 مليون واطن مصري في الريف المصري بيحقق لهم مستوى جودة جودة حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات ولكن في نفس الوقت بيخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي ما ننساش حاجة مهمة جدا إحنا الدولة المصرية كانت في 2014 معدل البطالة كان 13% النهاردة إحنا الحمد لله أقل من 7.5% بالرغم من كل التحديات اللي إحنا فيها ده كله ما كانش ممكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبيرة اللي الدولة المصرية نفزتها وكفاية إن إحنا كل يوم ملايين الأسر المصرية بيرجع عائلها وهو في جيبه المبلغ اللي يكفيه إن هو يعيش هذه الأسرة وده اللي إحنا لازم نخب بنا منه هذه المشروعات بالرغم إنها كانت بالإضافة إلى إنها كانت بتتيح مشروعات تنموية كبيرة وبتوسع الرقعة المعمورة لمصر ولكن الأهم هي خلقت ملايين من فرص العمل لشبابنا اللي لو لا وجود هذه المشروعات ما كانش حتبع عندهم هذه الفرصة الدولة المصرية أعلنت عن خطتها في الفترة اللي فاتت للإصلاحات الهيكلية وإزاي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة وأعلننا عن حزمة كبيرة جدا من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد واللي إحنا مصرين إن هذا القطاع إن شاء الله في خلال الثلاث سنوات القادمة ينمو بقفزات كبيرة جدا عشان صادراتنا تزيد بقفزات كبيرة لإن لا بديل لمصر هذا الموضوع عشان لو كنا فعلا بنستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة والفجوة الدولارية البديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة جوى مصر عشان نقدر نحقق هذا الموضوع يمكن هو ده مربط الفرص اللي إحنا عاوزين نوصل له فكرة اللي إحنا نزود صادراتنا مش بس نزود صادراتنا اللي إحنا نكون دولة منتجة لأن علشان يزيد نصيب الفرد تحديدا من التنمية لازم يكون في إنتاج إحنا دولة عندنا الموارد البشرية كبيرة جدا لكن حتى الآن لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل وللأسف كلنا بننتظر وظيفة عمل حكومية وفيش حاجة في الدنيا أو في العالم كله بتمشي كده دايما أفكار الشباب والمشروعات هي اللي بتكون ركيزة أساسية من ركائز التنمية طيب تعالوا نشوف في مبارح حصل مجموعة مهمة أيضا من الأخبار والموضوعات منها اجتماع مجلس المحافظين اللي عمله رئيس الوزراء واللي أكد فيه على ضرورة المتابعة المستمرة والفرد الخاص بالرقابة الصارمة على الأسواء وكمان وزيرة التخطيط شركة مبارح في اجتماع لجنة في اجتماع في الأمم المتحدة واستعرضت جهود مبادرة حياة كريمة في التنمية المستدامة بالإضافة لأخبار تانية كتير حصلت مبارحا تابعها من خلال التقرير التالي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس وخلال الاجتماع أكد ضرورة متابعة الموقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة من 30 شهر وأكد مدبولي على المتابعة المستمر على عدم استغلال الأوضاع وفرض رقابة صارمة على الأسواق إمبارح شركة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن مصر في جلسة رسائل من الأقاليم الجغرافية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الجلسة استعراضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية في مواجهة داعيات كوفيد-19 وكمان أشارت إلى إطلاق مصر المرحلة التانية من مبادرة حياة كريمة اللي بتعد أكبر مشروع تنموي بيهدف لإنشاء مجتمعات ريفية مستدامة إمبارح برضو بدأت بعثة حج الأرعى في تسير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج الأرعى عقب انتهاءهم من أداء مناسك الحج ورفعت غرفة عمليات بعثة حج الأرعى درجات الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن كمان البعثة الطبية المصرية للحج قالت إمبارح أنها قدمت 21422 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الخدمات دي بتتضمن زيارات مرضى ضغط والسكر وألام العظام واللي بتحتاج متابعة دورية ما بين كشف وصرف علاج بالمكان خلونا نتابع مع حضرتكم دلوقتي أخبار وزارة الدخلية والأجهزة وزارة الدخلية في الحقيقة بتواصل جهدها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التنموينية وقامت بضبط كمان عدد من القضايا الخاصة بحجب السلة عن التداول بهدف زيادة أسعارها تصد حاسم وفعال من أجهزة وزارة الداخلية لكافة الجرائم التنموينية حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التنموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 138 طن ملح طعام بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بالمنوفية قام بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 60 طن دقيق أبيض وماكارونة وأرز وسكر قام مالك ومسؤول عدد من مخازن وشركات للتجارة السلع الغزائية ومخبز بلدي بتجميعها وتغزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية وتمكنت من ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لاتجارة السلع الغزائية بالجيزة قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الدعم المخصص لها وهو ما يعد التلاعب في منظومة الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 100 طن مواد غزائية قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لاتجارة السلع الغزائية بالجيزة بحق بها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بسعر أزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط 233 طن أقماح مستوردة ودقيقة طام المسؤول عن مطحن بالقليوبية بتغزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 10 ألاف طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة المسؤول عن مطحن بالشرقية وهي مجهولة المصدر كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء واستمراراً للجهود الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع للتداول والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الإطار تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 300 طن أسمنت وحديد تسليحة تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية تمكنت الإدارة من ضبط 233 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغزائية بالفيوم ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 25 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمية قبل أن يتمكن مالك ومسؤول مخزن ومحل ومصنع لتجارة السلع الغزائية وإنتاج الأسماك المدخنة بأسوان والقاهرة والجيزة من ترحيها بالأسواق وهو ما يضر بصحة المواطنين كما تم ضبط 122 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيوانية وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية كما نجحت في ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعية وتؤثر بالضرر على الثروة الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية وضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام مسؤول شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية بالبحيرة بتجميعها وإعادة تعبئتها داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة للإتجار بها في السوق السوداء طيب لسه جهود وزارة الداخلية تحديدا بانتباعها لأن مبارح الوزارة كثفت من التواجد الأمني بمواقف السيارات الخاصة بسيارات الأجرة تحديدا ومحطات الوقود في كل المحافظات وده لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع احتكار المواد البترولية انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السيرة لتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواصلين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيان المخالفين في جولة المحافظات في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح في المحافظات منها تعيين 1193 شاب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري في الدقاهلية وتنفيذ 71 قافلة طبية شاملة التخصصات في المنوفية وإطلاق مبادر المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة في مطروح وأخبار تانية كثير خلونا نتابعها في التقرير اللي جاي محافظات مصر مبارح حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة أبرزها إعلان مديرية القوى العاملة بمحافظة الدأهلية تعيين 1193 شاب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 11 شاب من قادرون باختلاف في الشرقية قالت دكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم الخدمة العلاجية لأكتر من 33 ألف مريض بالمحافظة خلال أيام عطلة عيد الأطحى المبارك وده في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين في المنوفية قالت دكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام تم تقديم الخدمة الطبية المجانية شمل التخصصات المختلفة لأكتر من 100 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية بجميع أنحاء المحافظة وده من خلال 71 قافلة طبية علاجية نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة في أصوان قالت دكتور عمرة محمود مدير عام الحديقة النباتية أن الحديقة بتعتبر من أبرز المزارات السياحية الهمة في العالم واستقبلت على مدار أيام عيد الأطحى المبارك 2000 زائر مصري و150 زائر أجنبي في إطار مبادرة محافظة سهاج أحلى وهي خضرة زرعت الوحدة المحلية لحي الكوثر ألف شجرة كونو كارس وده في إطار الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والقرى في مطروح تم إطلاق مبادرة للمشاركة المجتمعية بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بيها وتشجيع الأهالي وزوار المحافظة على الحفاظ على النظافة العامة فأسيوت تم الإعلان عن مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمدرية التربية والتعليم بالمحافظة وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوت أهمية الترقيات والتدرج الوظيف للقيادات والمعلمين ومسؤول التعليم تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والنهوض بالمنظومة التعليمية كمان في سهاج تم البدء في إنشاء خمس بيوت أنوال جديدة بقرية النسيك في حي الكوثر بتنفيذ من مدرية الإسكان وده في إقتار خطة المحافظة لدعم الحرف التراثية والمنتجات اليدوية اللي بتشتهر بيها